والذي يتعلق بتحقيقات حول انفجار مرفق بيروت في الرابع من قابل وفي معطى جديد استجد لا يمكن تجاهلوه ومن الواضح بأنه هناك جهاز أمني يحرك مجموعة من الشخصيات منها الإعلامية منها ما هو مرموق ومنها ما لا يستأهل حتى النظر فيه أو الرد عليه وبعض المتحمسين على السوشيال ميديا اللي ممكن يكون قد تم التغرير فيهم وغرر بهم وعم بيغرق الرأي العام بمجموعة مستندات وخلط شعبان برمضان بمعطيات الواحد هو عم بتسمع له أوقات بيحتار إذا بيضحك ولا بيبكي بيضحك على هذا الإسفاف ولا بيبكي أنه عم مش فرقاني معهم دم العالم ولا مشاعر أهالي الضحايا كل اللي فرقاني معهم يبرقوا حالهم وأنه قف يعني العدل السابق كان على قاب قوسين أو أدنى من أنه يوقف رئيس جهاز أمني وبالتالي نحن لازم نعمل حملة مضادة عليه ونوجه الموضوع على القضاء ونضل للرأي العام ونصير نحكيهم عن مستندات أن القضاء كان عارف فيها وطبعا هيدا بش مزبوط بس أنا رح رد على اللي يعني على الأقل قيمتهم الإعلامية تستأهل الرد عليها بشرف النظر إذا هني كانت أخطاء هذه متعمدة أو لا بس خير أنا أقول أحد الإعلاميين المخضرمين من فترة يعني طلعوا وخبرنا شغلة وعم بيسأل أسئلة تتعلق بمرفق بيروت وبيقول فيها هل لم يتم فعلا بيقول أنه لماذا لم يتم الاستماع إلى القضاء المرتبطين بملف انفجار مرفق بيروت ولماذا لم يتم الاستماع إلى جزاف القارح اللي هو وكيل شركة سافاريو اللي طلب من قاد العجلة الكشف على البضاعة ولاو طب ما يعني الصحافي بتوخت دقة بدقة وبيسأل مش صحيح تم الاستماع لأنه وتم الاستماع للمحامة جزاف القارح ولا في تفصيل كتير مهم يتصل بي المحامة جزاف القارح رح يحكي عنه حاليا بعد شوي بس نصل لتقرير الخبيرة ميريم كرزي الأول سؤال تاني بيسألوا من كلف قاد العجلة تطبيق قراره أنه قاد العجلة مين كلف تطبيق قراره لما قرر قاد العجلة تعويم السفينة وأفراغ الحمول ووضع في المكان المناسب من كلف كمان ولاو أنه ما بتعرف كلف الجهة المستدعية اللي هي وزارة الأشغال هي الدولة أنه شوها الجرم في قادي كلف الدولة تنفذ قراره بس عموما تا ما كون أنا عم سولف هلأ وإحكي هاك كيف صار هيدا التكليف من طقطة لسلام عليكم هيدا اللي رح نتناوله بها الفقرة ومثل العادة بالمستندات شو يخبركم رأيه؟ جو يخبركم المستندات شو عم تحكي؟ كرمالها خلينا بس نفهم ونتحمل بعض هون ونركز مع بعض لنفهم جزئية أساسية كيف صارت عملية تفريغ نترات الأمونيوم من الباخرة وبموجب طلب من مين؟ ووفق أي إجراءات ووفق أي معطيات هاي مسألة أساسية المستند الأول نحن هون قبل الأول وقبل ما نلعب المستند الأول قبل ما نلعب المستند الأول نحن خلينا نوضح الشيء التالي الإجراءات كيف بتكون عادة؟ في إدارة وزارة الأشغال في هيئة القضايا اللي تمثل محامة دولة وفي قضاء العجلة أو محكمة تنفيذ بيروت اللي بتكون محكمة بيداء اللي هي الإدارة تحكي من خلال الوزارة تعيطها مع هيئة القضايا أي محامة دولة كرمال يطلب من قضاء العجلة شي معين أو من محكمة تنفيذ بيروت شي معين إذن هاي دي هي التشين السلسلة الإدارة عبر الوزارة تحكي مع وزارة العذر يعني هيئة القضايا كرمال تطلب من القضاء هيك فمشان مفروض بقصة السفينة من أول وشو صار فيها وخربت أجوا حطوا عليها بضاعة وتعطلت في عنصر أساسي هون صار بأنه هلأ بنلعب المستند الأول بأنه وزارة الأشغال مستند الأول والتاني وراء بعض عبر السيد عبد الحفيزي الأيسي بتتقدم لمحامة دولة بتقول له بليز مراسلة قاد العجلة لو سمحت بليز رسلنا قاد العجلة هذا الحكي كان بتماني نيسان واربطعش نيسان مشان يرقصنا ببيع السفينة بالمزاد العلني لأنه عليها مواد خطرة مما يعرض سلامة الملاحة البحرية وسلامة البيئة البحرية في مرفق بيروت للخطر واضح واضح النص عم بيقول له شو جايب له شي سيرة متفجرات عم بيقول له في نيترات أمونيوم عنا على هالسفينة السفينة عم تغرق لو سمحت رخص لي ببيع السفينة والابضاعة على أنه السفينة هالبضاعة إذا غرقت السفينة إذا غرقت مع البضاعة بتعرض سلامة البيئة البحرية وسلامة البيئة البحرية في مرفق بيروت للخطر هل هون في معطى جدا مهمة تذكروا عم نحكي هذا الشيء عم نقول ما جايب له سيرة الانفجار ولا جايب له سيرة أنه هاي مواد متفجرة في معطى جدا لافت هون أنه هولي مثل ما قالنا المراسلات أمتين كانوا بثماني نيسان وبأربعة عشر نيسان بسبعة نيسان لو سمحت المخرج ياخد الكمبيوتر عندي هون بسبعة نيسان كان شركة بارودي بيعطيت له للقاضي عفوا لسيد عبد الحفيز الايسي رئيس مدير مدير النقل البري والبحري مدير مدير النقل البري والبحري بيعطيت له رسالة أو عبق لرئيس مرفق بيروت من خلاله لعبد الحفيز الايسي من أنه هاي الباخرة محملة بالنيترات الأمونيوم هاي مواد خطرة وقابلة للاشتعال وأنه تستخدم مش قد تستخدم في صناعة المتفجرات هاي النقطة تذكروها كتير مميح وبأنه بعدين بيستعرضوله وين انفجرت هاي النقطة ضرورية تشوفوها بيحطوله البلدان اللي انفجرت فيها نيترات الأمونيوم على سيرة المسؤولين عندنا بالبنان اللي مقتنعين نيترات الأمونيوم ما بينفجر لحاله كيف أنه بإنجلترا وقداش عدد الضحايا وقداش قطر الانفجار وشو سبب الانفجار شو صار وأغلبه كان بسبب حرائق صارت أو سوء تخزين وإياها لكي بيذكروله إياها بأمريكا كم مرة بيناتهم مرة بتكساس باعتقد راح ببلجيكا راح 189 أتيل بأمريكا مرة راح إياها يوناتي سيد تكساس سيتي بأفصة مية وسبعة واربعين 581 أتيل كتار كتار وهيدا الملف كله اللي انبعت له بسبعة نيسان عبد الحفيز الأيسي ما تعامل معه نهائيا تعامل مع جزئية واحدة منهم راح نوصل له بس هيه هام فيه معلومة بيقولوله إياها شركة محامات بارودي ما بعرف شو مرجعة وشو مصدرة بيقولوله إنه نيترات الأمونيوم إذا فات عليه الماء فيه خطر ينفجر وهاي معلومة يعني هو نيترات الأمونيوم إذا بدك تخفف من خطورته بتحطه بالماء يعني إذا عندك أنت نيترات أمونيوم نسبة الأزوت فيه فوق 34.7 وبدك تسخدمه كسماس زراعي بتدوبه بالماء بمحلول نسبة 80% خلصت هايدي مش أنا عم بسولف من عندي هايدي إذا تخير الدولية بكافية التعامل مع نيترات الأمونيوم بس هن إذا تقولوا هاي المعلومة هلا هاي بس خلينا نتذكرها في خمس إشي قالوله عنها قالوله قابلة للإشتعال قالوله بإنه هايدي مواد تستخدم في صناعة المتفجرات قالوله لازم ننتبه إنت وعم تنقلها وين تخزنها وألوله بإنه إذا غرقت بالماء بتنفجر خمس إشي أساسية هو اللي مش موجودين بهالرسالتان هاليا ترى رح يبعت له رسالة تالتة هلأ هو هون شو المعطى الأساسي درونه نشوفه المستند لإسمه المستند رقم ثلاثة لو سمحته هو هون بس لا تأكدوا أنه هو وصلت هالمراصلة برد عليهم وبيقلهم بالمستند رقم ثلاثة إن الباخرة وحمولتها تهددان سلامة السفينة وسلامة المرفق على حد نسوا برد أنه وهي تستخدم في صناعة المتفجرات ما يوجب أخذ الحيطة والحذر عند تخزينها أو نقلها وأن الباخرة أصبحت محترقة بسبب تأكلها بالصدد مما يهدد بتسرب المياه إلى العنابر وأن اختلاط مادة نيترات الأمونيوم بالماء يعرض الحمولة لخطر الانفجار إذن أنه في خمس معلومات وحدة منهم غلط مفروض نحن نقدر بأنه السيد عبد الحفيز الآيسي الأربعة الصح أنه هاي تستخدم بصناعة المتفجرات مش قد تستخدم تستخدم بصناعة المتفجرات يعني شركة سفاره بتعرف أنه هو فوق الأربعة وثلاثين فاصلة سبعة ورح أكدكم على هيدا الشي بعدين بتعرف من الأول هيدا الشي ويفترض أن الجمارك كان بيعرفوا من الأول سلق رح نوصلى هلق فإذن في خمس إشياء وحدة منهم غلط خبرهم بأول رسالة لا يا خي سهيت عنه يمكن لأنه وصلت بسبعة هو بعت هديك بسبعة بعدين إلا ما يرجع يبعت له مهم خلينا نشوف الطلب يلي بعته محام الدولي لقاد العجلي كان بعد ما واصلوا شي عن أنه ولا حق أنه فيها متفجرات هالسفين ولا لا بيبعت له نلعبهن وراء بعد فيديو أربعة خمسة ستة بيقال له فيهم بيقاله هيدا الرصيب بعدها نقطع طب ما نقلها من الرصيب رقم 11 إلى سنسول المرفق وهي تحتوي على مواد خطرة نترات الأمونيوم هذا الانبعث لقاد العجلي من محام الدولي وتبين لرئيس مرفق بيروت وجود بعض المياه في عنابر السفينة مما يدل على تسرب المياه من الخارجة داخل السفينة الأمر الذي قد يؤدي إلى غرق السفينة وطلب إعداد تقرير عن وضعها وسلامتها بغية اتخاذ الإجراءات تالية تلافيا لغرقها وفوق منه بيقول له وهي مادة محملة النترات الأمونيوم وأنها مواد خطرة ونطلب من الوكيل البكر تأمين طعام والشراب للبحارة وبما يعني معنى بيقول له أنه هاي دي ممكن تعمل تفاعل كيميائي وتسبب تلوثا بيئيا وفقا لما جاء في تقرير كشف جهاز الرقابة على السفن الوطنية والأجنبية يعني هذا تقرير من الدولة عم بيقول له أنه هاي بتعمل بتعمل تلوث بيئي هاي رسمالة الخبرية الدولة قالت له لقادة العجلة هاي المواد تعمل تلوث بيئي فهو على هيدا الأساس بيطلب منه الترخيص بتعويم السفينة وأيضا بأنه يبيع الإبضاع والسفينة حلو الكلام هون في شيء بيصير واللي هو التالي المستند رقم سبعة عبد الحفيز الأيسي بتنانح زيران بيرجع بيبعت له لمحام الدولة قاله آما لحظة فيه عنا مراسلة بارودي نحنا شو قلنا بس نجمد الصورة هون لو سمحتو نحنا شو قلنا في خمس اشي قالوا له عنه بارودي انسوا أنه عددوا له كل هول المحلات اللي انفجرته ما بعد هذا الكتاب لا حدا حطوا عنده في الجرور بس قالوا له في خمس اشي مواد قابلة للاشتعال تستخدم في صناعة المتفجرات ما فيك تنقله كيف مكان ما فيك تخزانك كيف مكان وإذا اختلطت بالماء بتنفجر في وحدة منهم غلط أنه إذا اختلطت بالماء بتنفجر عبد الحفيز ترك هول أربعة هول أربعة تركهم لا أقول له إن تشتعل ولا أقول له أنه هي تستخدم في صناعة المتفجرات ولا أقول له لازم نشوف ونخزانها بيقل له على الأقل بهاي بالصفحة الأولى اللي موجودة هون بيقل له هاي دي الباخة إذا غرقت بتنفجر كيف لاش يعني خمس معلومات تركهم خمسة ولبسلي باللي إنه بتمفجر على الأقل في تنين منهم أكيد بيشذكرهم أكيد اللي هي إنه تستخدم في صناعة المتفجرات وإنها مواد سريعة الاشتعال راح نقل معلوم الغلط وحطله إياها هلأ مش هون القصة قصة وإنه محام الدولي أصلا رجع بعد كتاب للمستند رقم 8 لو سمحته وبرجع بيكرر على إنه بيع الباخرة بالمزاد على إنه بيزيد معطى بيقل له إنه تهدد السلامة العامة بحيث أمس وجود الباخرة يشكل خطرا كبيرا كونها مهددة بالغرق ما في أي حديث عن إنه هاي السفينة محملة بمواد متفجرة بس إنه صار فيه حتى إذا حدا بدي يقلي طب ما القاضي العجلي مفروض كان يشوف المستندات المرفقة وبالتالي لسالة سيد عبد الحفيز لايسي اللي عم بقول فيها إنه إذا غرقت السفينة بتنفجر شو كان فيه يعمل قاضي العجلي بهيك حالي إنه إذا غرقت السفينة معلمنا إنه هيدا مش موجود بطلب محامة دولة بس إنه في حدا عم بقوله فيه سفينة محملة بمواد خطرة إذا غرقت تعمل كالسة بحرية شو مطلوب من قاضي العجلي يعمل هيدا الحكي ردا على شو ردا على هولي هلا اللي عم بيجوا يعملوا حملة ويجوا بدون يلبسوها لمجرد إنه قاضي ما إنه مدعوم سياسيا قال لبسوا إياها طب وعم بيجوا يكذبوا على العالم بقولوا إنه القاضي فاضي سوين ما استمع له طب من بلى استمع له طب إنه والله الملكزب إليه حدود كمان طب إنه ممكن واحد يغلط طب ما بتطلع بتوضح مع ذلك شو رخص القاضي هون إيجا القاضي شو رخص إيجا القاضي قال لهم أنا برخص لكم بتعويم السفينة إفراغ الحمولة في مكان مناسب تحت حراسة الجهة المستدعية يعني مين الدولة ممثلة مين ممثلتها وزارة الأشغال وقال لهم أنا ما بيكي خليكنت بيوحل بضاعة لأنه عموماً هيدا شي بديهي لأنه قاضي العجلي ما بيبت بقضايا الأساس قاضي العجلي ما في لا يقترح ولا في حدد ملكية لبضاعة لمن هاي هاي عموماً أصص ملكية لبضاعة رح فرجيكم كيف أنه كان فيه تضليل ممنهج معتمد فيها من الجهات المعنية بالملف بس هون يخي خلينا نشوف من بعد ما تفرغت ونحطت لاحظوا هاي الجزئية كتير مهمة مش القاضي اللي قرر تنحط بالعنبر رقم 12 مش القاضي اللي قرر تنحط بمرفق بيروت هو قال له نحطوها بالمكان المناسب تحت حراسة الجهة المستدعية يعني وزارة الأشغال مين قرر يحطها على المرفق؟ عبدالحفيز الآيسي مين أو اقترح يحطها على المرفق؟ عبدالحفيز الآيسي مين قرر بأن العنبر رقم 12 هو المكان المناسب لتخزين هذا المحال؟ حسنق رايتم مين قرر هو بعده عم بحطوها وصار يناقش إذا منبيعه ولا لا؟ عبدالحفيز الآيسي وحسنق رايتم لأنه عم بحطوها كان بعده قال يلا منحطها من هون لنبيعه ضاعه إلى أصحاب مفروض ضاعه إلى أصحابه هلا رح تشوفهم هلا أصحابه ونسألوا عنها قبل ما يحطوها عم بيناقشوا كيف مننا نبيعه ما في داعي يارض مستندات لأنه رحكيت عنها كذا مرة بس هلا هيدا مستند كتير مهم رح نشوفه رح تشوفه كيف أنه ما معقول ما معقول مستند رقم 9 لو سمحته لهو وربعة تسعة عشرة 11 نلعبه لهو رد من محامة دولة رد لمبعوث لها جانب رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل المحترمة وتحول لوزارة الأشغال ردا على طلب الإدارة بيع السفينة الروسس والبضائع بالمزاد العنة اللي بواصلت دائرة تنفيذ بيروت هلا بطلوا عند قضاء العجلة بعد ما قاضي العجلة رفض يبيعون يبيعون إياها راحوا لوان راحوا عند محكمة تنفيذ بيروت محكمة أساس بتبط بقضايا الأساس يعني فيها إذا البضاعة إلا ملكية لحدا تقول له أوكي أنا بعطي الملكية لهيدا الشخص مش هيدا الشخص ايكس واي أنا والله بقرر هاي البضاعة ملك إكس شو بيقل له ملاحظاته هاي ملاحظات محام الدولة يلي هو كان عم يتابع القضية هي المستند الأم عشرة أخيرا لابد من الإشارة إن طلب الإدارة بيع السفينة لأنها تشكل خطرا على السلامة البحرية يفيد أن الإدارة لم تنفذ القرار بشكل سليم أو أنها لم تنفذ أو تنفذه بكافة بروده إذ أن القرار رخص للإدارة بتعويم السفينة أي رفعها بعد نقل المواد الخطرة على متنها إلى مكان مناسب لتخزينها فكيف بعد إذن تدلي الإدارة أن وضع السفينة يعرضها للغرق في فصل الشتاء في ظل العيوب التي تشوبها مما يعني أنه لم يتم تعويم السفينة أو أن التعويم لم يحصل بشكل أصولي ما هني عم بقولوله ما ننبيع عليه لأنه ما ننبيع السفينة والسفينة هتغرق ما أنا خط أرار عنا شبتلكم أرار بتعويمها شو عم تقولي بها تغرق قالوا من أن نبيع للضاع لأنه وضع خطر بهذا العنبر قالوا يا خيم أنا جبتلكم مفروض تحطوها جبتلكم أرار وتحطوها بمكان مناسب برجع شو بيقلهم لا صلة للدولة اللبنانية المستندرق محدعش لا صلة للدولة اللبنانية للتقدم بطلب تنفيذ بوجه أصحاب السفينة الروسوس لعدم حيازاتي على سنة التنفيذ قالوا على أي أساس بدي أجي إلا أنا أجي الدولي أقول بدي بيع على هالسفينة بالمزاد وأنا أصلا ما عندي حجز كتولي كدولي أنا ما عندي حجز عليها يعني ما بدي منا مصاري أو بش معمول حجز على أساس أنه بدي منا مصاري على أي أساس بني أجي حطها بالمزاد هذه التالت وحدة أهم وحدة إن استناد الإدارة لطلبها على ما مفادها أن العيوب في السفينة تزداد يوما بعد يوم لسيما وأننا قادمين على فصل الشتاء مما يعرضها للغرق يحمل إدارة المرفأ مسئولية عدم تنفيذ القرار القضائي وفقا للأصول إذ أن تعويم السفينة يفترض سحبها كما أن نقل البضاعة إلى مكان آمن وفقا لمضمون القرار يؤدي إلى إبعاد خطر المواد السامة عن الملاحة البحرية وبالتالي إن قيام الإدارة بتنفيذ القرار بشكل سليم وأصولي كاف بحد ذاته لزوال الخطر هيدا انبعت لوزارة الأشغال قالوا يا خي أنتوا نفستوا للقرار لأنه لو نفستوا كان مفروض يمشي الحال ليش عم تجي تقولولي هلأ في خطر وما خطر شو عملت وزارة الأشغال شو عمل السيد عبد الحفيز أيسي شو عمل ما بعرف إذا كان بوقت وزير الأشغال غازي زعيتر ولا كان فينيانوس ولا شي طنشوه ما عاد ردوا عليه لمحام الدولة من بعد شو بيصير هب بيظهر الجمارك بفترة متزامنة بس ما بيروحوا لعند هيئة القضايا بروحوا لعند قادة العجلي وهي دي القصة الشهيرة أنه قادة العجلي بيرده بالشكل عم بقول له كيف رده بالشكل وهني جايين عم بيحكوا عن شي خطر لأنه رده بالشكل لأنه فيه إجراءات طبيعية بالقضاء خلوص العجلي أنك أنت لازم تحضر شخصيا وقال لما هو شو اسمه قادة عجلي شو بعتله بالمرسال رده بالشكل هاي أول مرة أنه بيعطينه إياها بريد وأصلا هني مفروض مش هني الجهة المستدعية ما أنا حطيتها تحت حراسة وسائل الأشغال أنتوا ليه عم تجوا هاي نقطة كتير مهمة كمان ضرورة تعرفوها أنه الجمارك ليه ما اعترضوا على قرار قادة العجلي لما نبعتلهم ولما نعمل براكس قالهم بأنه هاي المواد مش صالحة للتخزين بهذا العنبر بمعزل عنه وعليه مسئوليات بقصص تاني هو لأنه ما اقترح التلف ولأنه فيه موضوع المفرقعات اللي كانت موجودة بمعزل عن هالشغلة هو إجا من أول ما ركبت قالكم هدا بش العنبر الصالح ومراسلة وصلت للمدير لما رحتوا اعترضتوا شي بسموه اعتراض الغير لما رحتوا سجلتوا اعتراض عن قادة العجلة من خلال هائل القضايا أو يا خي مش من خلال هائل القضايا روحوا اعترضوا عليه وقولوا له بأنه نحنا نعترض على تنفيذ هذا القرار هذا الشي مصار بس كسبوا على العالم قولوا كيف الآن بيردوا بالشكل بيردوا بالشكل لأنه هو بيرد بالشكل لأنه هيك الإجراءات القانونية هاي ما فيكن ولا بأي شكل بتشتلعبوها كيف بيردوا بالشكل بس مع ذلك هون شو صار ردوا على الجمارك أول مرة أم ردوا له بالشكل رجعوا بعطوله مرة تاني الجمارك ولا كأنه حكيهون يعني ما رجعوا راحوا عند هيئة القضايا رجعوا بعطوله نفس المراسل إنه بدنا منك تطلب من وكيل البحر إعادة تصدير البضاعة هلأ هاي قصة لحالة حكي فيها هلأ بس نوصل إعادة تصدير البضاعة أم هو شو عامل حس في شيء واضح هيك بس تقرأ بتحس إنه هو شم فيه ريحة وسخة أم شو عامل وهي ما شغلته وهي ما شغلته أم راح بعط ورا الجهة المستدعية يعني محام الدولة وقال له تعي يا خي شف لي هوا للجمارك بيعطين هيدا الكتاب شف لي شو قصته قال بالدنياني عيد تصدير البضاعة علما بإنه أنا كقاضي عجلي ما فيني بت بقضايا الأساس بيقوم بيخدى محام الدولة خلينا نسمع المستند رقم 12 لتشوفوا أنا مش عم سولف هون بيخدى محام الدولة وبيقل له مستند رقم 12 حيث أنه هو بناء على الإحالة الصادرة عن جانبكم إلى هيئة القضايا في وزارة العدل لإبداء موقفها من كتاب الجمارك المتضمن مطالبتها للوكالة البحرية من خلالكم بإخراج المواد المفرغة والبضائع من سفينة روسس بمرفق بيروت وبيقل له هون برجع هذا نقاش قانوني هلا بدش فوت فيه بأنه يعني حيث أن المادة حيث أنه وفقا لكتاب إدارة الجمارك فأن بقاء البضائع والمواد في المغزن يشكل خطرا على سلامة المرفق والعاملين داخله الاحتوائي على نترات الأمونيوم بأنه وفقا للمادة 589 معطوفة على المادة 593 فيك أنت تطلع عرار من دون دعوة الخصم بس هون عم بيقل له بدك تراعي الأصول المتعلقة بالأوامر على العرائد يعني بدي يسمع ملاحظات الجهة يلي مطلوب مننا يعاد تصدير البضاعة بيقوم القاضي هون قاضي العجلي شو بيعمل بيبعث بيكتب لهم هادي كتير مهم هادي اللي عرضناها بحلقة لما كنا عم نرد على نائب زياد أسود لما أنه مين حاجز عليها لربضاعة فبيبعث لها بيرد عليها لمحام الدولي وخلينا نعيد تصدير البضاعة إلى خارج لبنان على فكرة المصطلح خريب المصطلح الطلب يعني هو بالآخر بإخراج البضائع من الأراضي اللبنانية لوين ربك عليهم طلعه هاي شغلي يعني أنا مصراحة مش قاطع علي بس أموما طبعا هو عم يلتزم بشو هون بقرار هون محام الدولة يعني عم بيجي عم بيكيف متل ما عم بيجي الطلب والطلب ما جاي رسميا جاي عن قاد العجلي وقاد العجلي بعت له إياه ومفروض يجي من من الجمارك لعند هيئة الخضايا بيرد قاد العجلي بيقلهم تكليف المستدعي يعني خلي محام الدولي يخبرنا هالبضاعة محجوز عليها ولا لأ بيرجع هون أهم نقطة بيقول بيقول خلي الوكيل البحري يعني البغدادة يالي شركة سبكتروم نقته لتشحن غراضة ومن هون بلشت البلغوصة بس مهم وقال النقطة الأساسية خيي يا جماعة في مجال تشوفونا مين صاحب الباخرة مين مستأجر الباخرة مين أصحاب البضاعة وإذا فيه أمكانية للتواصل معهم وإذا كان قد حصل التواصل معهم هذا الحكي أمتين بـ 227 2015 تذكروا هذا التاريخ مظبوط بـ 227 2015 أمتين طلبت شركة سفارة وركشف على البضاعة بشباط لـ 2015 يعني بوقتها كان بعدها فيه كان شركة سفارة وبعدها عم تسأل على البضاعة سألن هالأسئلة شو صار حدد جلسة باش حقبل ما يحدد جلسة هون طلب منهم يقدموا ملاحظاتهم هقدموا ملاحظاتهم هون لو سمحتوا نلعب المستندات 14 و15 بالمستند 15 ننشوف بالفيديو 15 بأنه الآضي بعد ما تبلغوا الكل وكلهم عطوا ملاحظاتهم حددلهم جلسة بـ 11 9 2015 11 9 2015 تحدد جلسة خيتعم بت بهذا الموضوع مش صلاحية قضاء عجلة بس خيتعها فرجوني يعني شو الحق الكذاب على باب الدار طبعا مدريت الجمارك شو عم تعمل حالة هون لا لا لاند قال هني ما بيعرفوا بالقانون انه بس تقدم طلب لقاضي العجلة بتروح بتراجعوا بالقلم طبعا هادي حجة يعني الاعتداد بالجهل القانون ها ده ما قالوا اي ركيزة مشان ما حدا يقعد هقول شو اسمه هون الببغوات بتقول احد الطيرات السياسية اللي بيجوا حافظينا للجملة الجمارك عملوا شغلهم الجمارك عملوا شغلهم هاي بقى مصارد بدولي بالعالم بينفجر شي على مرفق بيروت وحدا بيقنعنا انه وببضاعة صرى سبع سنين وحدا بيجي بيقنعك انه كان الجمارك عاملين شغلهم ما علينا حددلهم جلسة بقامتين ب11.09.2015 مين اجي على هالا الجلسة ما حدا ما حدا اجي عليها لا محام الدولي ايجي عليها حجته بيكون انه ما تبلغ وعلم انه هو الاصول مفروض يراجع بس هلعك الحال هيدا نقاش وبقول يعني بعدين منشوف بالهايدا بالقلم بالمحضر بانه لا هل فيه اصول لتبليغه بصرف النظر ما هو هيدا شي عجلي مفروض انت تتابع وتنزل بس مش هيدا التفصيل انا برأيي ليش ما تتابع لانه ما الادارة اللي هي معنية بالطلب ما راح تقدمته عبره يعني اذا هو ما هو محامي بدي يجي يقل له وكيله شيف لي شو صار بالقصة ما صار هيدا الشي ما حدا راجع فيها للخبرية بلغ البغدادي ما ايجا 14.9.2015 ما في شي بعدين انه هيدا الجلسة مشيت هلا فيه واحد يجي يقلي لا ما اخذ لقاضي ارار لانه ما ايجا الوكيل البحري ما هو الوكيل البحري ما ايجا خليه بدي افترض انا هون انه هو قرر لا واقفوا لعب مستندات هون لو سمحتوا هو خلينا نفترض هون قاضي العجلي قرر يطلع ارار انه قاعدوا تصدير البضاعة خلينا نطلع البضاعة من الاراضي اللبناني لوان لوان هو اللي عم بيسأله هاك وفي منهم قانونيين لوان بيطلع على برا وقوع حدا يقعد يستهبل الرأي العام ويقول انه قاضي العجلي كان لازم يقترح قاضي العجلي لا يقترح اذا بتفهموش بالقانون تحكوش فيه وعاكل حال مش ضروري تكون بتفهموا فيه انا بس اطلع احكي عبقى اي موضوع بسأل فيه بسأل فيه ناس اختصاصين بهذا المجال خلي كيف تسهبله على رأي العام بتقوله قاضي العجلي لم يقترح يقترح القاضي العجلي كان لازم يخابر مدة العام قاضي العجلي لا يخابر مدة العام هلا بتقولولي والله هو كان لازم يحسهم في شيء وهيك هو من يعني بدوافع شخصي كان لازم يحكي مجلس قضاء الاعلى ها ده خي تقديرات ها بتصير بس هاي ما الى معنى بالقانون هاي ما بتغير بقى الى علاقة سببية بالانفجار ولا بتخزين للضاعة الاساس هون الموجود عنا بانه هو لما حدد جلسة كرمال اعادة تصدير للضاعة ما حدا ايجاه والزمارك طبعا متل ما انت لكم لا 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 انت عبتسوفر الدنيا حوالي هون مشغولين في امور كتير اول شي رخوان متل ما اسمعنا بالتشجيل ومشغولين بالظروفة متل ما اسمعنا بالتشجيل جماعة بالهم بقصص اهم بدون يراجعوا قضية هن حاكين عنا على انه مهم واو بيبعثوا لقاضي العجلة وما بيروح بعار هاي بشي صايرة قال بدون يقنعونا انه الجمارك كانوا مهتمين بالموضوع بيبعثوا لقاضي العجلة وما بيروحوا بيتابعوا شو الرد اللي بيقلهم يا قاضي العجلة شو قال الاستهبال للرأي العام كيف فيه اعلاميين بيحترموا نفسهم بيطلعوا بيحكوا ده الحكي مرى سلالة ستاش سبتاش 18 هن لو سمحتوا الفيديوهات هاي دي لعبة بينبونج كان الوزيق هن يبعثوا لقاضي يرد عليهم ويأكد على قراراته السابقة ويبلغ الجمارك يطلب من الكاتب تبليغهم انه انت خييخواه ما عميش روح انت يبلغهم ويبلغ هيئة القضايا ويبلغ الكل عم يبلغني يخيي انه انتو انا محدد جلسة تعو ولا حدا لحد ما تغير القاضي اللي كان اجت قاضي محله ام اكدت هون هاي اجت قاضي على الكتاب التاني طبع بدري ظاهر لانه هو في اربع كتب بعدها شفيق مرأة وحده هو الرابع طبع الانعطاف الدريفت اللي عمله يا علي حسن خليل كانت رايحة عند هيئة القضايا شفاقة فريم ايد رجع جابة عند قضاء العجلي هاي قصة لحالة رجع بعدين شو عنا عنا بعد كتاب بدري ظاهر ع ايام القاضي القديم جاد معلوف ردلوا يا نفس الشي بنفس الجمع القديم رجعت ايش قاضي جديدي اكدت على القرارات القديمة رجع فجأة هاي ده المستند عشرين لو سمحتو الفيديو عشرين رجع فجأة بينزل بيهبط على المحضر بتاريخ خمستعش اتنان الفين واثمانتاش ورود من المستدعي المحام الدولي لاقها على نسختين في الملف من مين من وزارة الاشغال شو بدهم يبيعوا البضاعة بدهم يرجعوا يبيعوا البضاعة بتحس متل كأنه وزارة الاشغال نطروا لتغير اول قاضي لانه اول قاضي ما سمحنوا بس عرفوا انه في قاضي تاني قالك كلا بركي بنرجع من بيع قام هون هالقاضية موضوع ما حدا نزل راجع قضاء العجلي قاله نشوفوا شو القصة زمرة من الكذبة والدجلة بيكذبوا عن رأي العام مستعديني تجربة دم العالم بس بشان يبرقوا مجموعة من الموظفين الفاسدين بالدليل القاطع بدهم يلزقوا يالله منفتش على كم قاضي هو لي ما مدعومين ما وراهم جهات سياسية ما وراهم جمهور سياسية ما وراهم اجهزة امنية منلبسهم ياها ومنكذبوا منضل الرأي العام ومنروح منطلع كم واحد يمكن بحس النية يطلع يقولوا القضاء تبلغ رسالة جوزاف سكاف يا حبيبي القضاء بش بس ما تبلغ رسالة جوزاف سكاف لا تبلغ رسالة جوزاف سكاف ولا تبلغ انها متفجرات ولا تبلغ شي ولا تبلغ تقرير ميلاي يمكرز اللي تبلغ شي تقرير ميلاي يمكرز اللي عمل عند قاضي تاني نديم الزوام ما خصوا بالموضوع القاضي هداك عم بيعطيه ترخيص بس بكسف البداعة وما خص القاضيان ببعض ما عاش تكسبوا على العالم والله عاب عاب فيه دم عالم تجوا بتكسبوا على العالم هاك مستند رقم 23 مبعوط لمين لجانب معهد البحوث صناعية من مين من مديرت النقل البري والبحري وزارة الأشغال شو عم يطلبوا منا هيدا أمتين بتسعة آذار 2015 نرجو جانبكم التفضل بالاطلاع واتخاذ ما يلزم من الإجراءات العاجلة بل الفورية بصدد مهمة فحص وتحليل البضاعة المسكورة في مخازن إدارة وستثمار مرفق بيروت لجهة نوعها خصائصها ووجهات استعمالها وتاريخ تصنيعها ومهلة انتهاء صلاحيتها وفرص إمكانية إطلافها في لبنان عند الاقتضاء أو في الخارج ونفقات مثل هذا الإسلاف ومحاذيره فضلا عما ترونه مناسبا من معطيات ومعلومات إضافية وإداعنا نتيجة فور جهوزها وقالوا لهم أنه الاعتمادات المرصودة جاهزة هيدا مفروض ما هتبحصي نعين جاوبنا التنين عليه شو كان ردهم بس أنا بصرف النظر شو كان ردهم هؤل جماعة عارفانين أنه فيهم يطلفوا البضاعة عارفانين أنه التلف خيار أنا بدي أسأل سؤال هون شي مرة خبروا القضاء العجلي أو اللي بدك ياه بأنه هالبضاعة لازم تنتلف بعطولوا انطلب بالتلف طيب شي مرة خبروا قضاء العجلي أنه أصحابها لها البضاعة تخلوا عنها لا كذبين وراح لكم ليش تقرير ميريم كارزل مستند 24 25 26 تقرير ميريم كارز فيه بعد ما طلبت طلبت وان بس لحظة وقفوا شوي شركة سافارو عبر محاميها جزاف القارح طب مش محامية هي يعني وكلتوا يكون محاميها بشباط لألفان وخمسة عشر يعني كان صر المفرغة شي ثلاثة أربعة شهر تيجي شو بتعمل بتقول لهم بتقول له لو تروح عند قاضي العجلي غير قاضي عجلي ندي مزوان ما خصوا هدا بالقضية هديك كليا بتقول له بليس بدي إذن كشف تقرير تعينني خبيرة لأكشف على البضاعة بيقول لك بعيننا خبيرة تنزل خبيرة ما بيجي جزاف القارح بحسب تقرير الخبيرة قال بحسب لأنه في عجل السير ما لها تفصيل هذا تيجي الخبيرة بتطلع تقريرها شو بتقول في نتيجة الخبرة بعد الكشف المستند اللي بعضه لو سمحته يعني رأم خمسة وعشرين بعد الكشف على البضاعة موضوع البحث تبين أنها بحالة مذرية حيث أن الأكياس ممزقة والمواد المادة الموجودة داخل تلك الأكياس أصبحت خارجها وتغير لونها مستند لبعضه أما فيما خص عدد الأكياس لا يمكن عدها بسبب وضع الأكياس بطريقة غير منظمة حيث لا يمكن إحصاؤها وهي نقطة كتير مهمة يعني هي ما تأكدت من العدد لكن بحسب بوليسة الشحن أن عدد تلك الأكياس هو 2750 كيس كما أن حسب قصيمة الإدخال هناك 1950 كيس ممزقة من أصل 2750 كيس هذا بشتفصيل أبدا أن المواد أمونيوم نايتريد تستعمل أساسا كأسمدة كما يمكن استعمالها في صناعة المتفجرات أما إذا كانت المواد الموجودة داخل الأكياس الغير ممزقة طبعا هون شعب تقول المواد الموجودة داخل الأكياس غير ممزقة صالحة للاستهلاك كان الأكياس الممزقة غير صالحة للاستعمال وهي بتأكد هذا الشيء بس خلنا نحكي على الكياس المسكرين أن هذه المواد تكون عادة صالحة إذا لم تمتصروا طوبة لكن للتأكد من ذلك مئة بالمئة يجب تحليلها غير أن الجهة المستدعية رفضت ذلك يعني شركة سفارو رفضت تحليل بضاعة ومشان هيك الحديث عن أنه تقرير ميلاي مكازل طلع بشباط لا تقرير ميلاي مكازل طلع لاحقا لاحقا بعدين بس هون نقطة الأهم يتبين من كل ذلك من كل ذلك يتبين أن المواد الموجودة أصلا في الأكياس الممزقة يجب التخلص منها وفقا للأنظمة المتعلقة بالرقابة البيئية المحلية هيدا الجمارك بيعرفوا فيه هيدا أنه في 1950 كيس على فرط كانوا موجودين بلغتوا بشي كتاب من الكتب تعولها اللي عم تبلغوا شكلا غلط كانت إدارة الجمارك لقاضي العجلة بلغتوا إياها قالت له يا رئيس في 1950 كيس أصلا هولي ما قالوا نعازي لا بلغتوا أنه أصحاب للبضاعة بطلوا عم يسألوا عنها بعد مرور 12 شهر وأنه على هذا الأساس إجا الجيش يسأل إذا فيه إمكانية للاستفادة من هاي البضاعة لا هاي عادي هاي إشي عادي قاضي لا تبلغ أنه البضاعة تم الاستغناء عنها ولا تبلغ بأنه هاي البضاعة بحسب تأرير الخبيرة 1950 كيس ممزقين والإدارة عم تواصله كل مرة عم تعمل copy paste لنفس المرسلات مع علما أنه هاي المعطلات الجديدة موجودة عندنا وهي عم تتجاهلة وعن عمد عم تتجاهلة مثل ما عبدالله حفيز الأيسي بالأول من أصل خمس معلومات أساسية عن نيترات أمونيوم قالت له عنا شركة بارودة ترك الأربع المزبوطين وحط له لوحد الغلط أنه قال نيترات إذا خلطته بالمية بينفجر لك لك منها سالفي بيطلع من يجي يقول لك خلينا نشوف القاضي اللي فرغه يا سيدة ماشي أنا برأيي خلي 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 أنا مع أنا صراحة يعني عند القضاة خلي القاضي بيطار ريس بيطر يعني يطلع معه هلأ بأنه أنه والله لازم كان قاضي العجلي لما وصلوا الطلب يشك بالدولة أنا بوافق هون اللي قاله المحامي النزار صغية خطيئة القاضي جاد معلوف بأنه صدق بأنه في دولة صراحة هيا عصابة ها هو إذا ما سايبش بالقانون أنه أنت كيف بتصدق الدولة أنه لما الدولة تيجي تقل لك هولي بيأسروا على الملاحة البحرية كان مفروض ما تصدقهم ما تتعامل مع الدولة على أنها خصم شريف هاي الدولة خصم شريف بالدول اللي بتحترم حالها بس بالدول المحكومة من العصابات ويقول الأجهزة الأمنية فيها يعني ما بدي استحضر التجربة المكسيكية أيام الكالي كارتال عفوا أنا أيام السينة ولا كارتال يعني أيام كارتالات المخدرات بالمكسيك ما حابب استحضرها أوكي والجهاز الأمن الشهير المعروف هناك وارتباطاته بهذا المجال ما في داعي يعني لما عندنا أجهزة أمنية في لبنان بتكون هل أد هل أد ممكن أنا بس بقول شغلة واحدة آمل آمل أن لا تتورط إحدى الأجهزة الأمنية يعني مؤخراً أو قريباً بدعاوة من منظمات عالمية على خلفية انتهاكة لحقوق الإنسان بس طبعاً نستطرد كتير لما بيكون عندك دولة منهجة هو منهج عصابة آه فيني ساعة لوم قاد العجلي هاك من باب إنه إنه الله يسامحك الله يسامحك يا جاد معلوف لأنك صدقت إنه في دولة نلقاكه بعد الفاصل مع الزميلة ليال بو موسى وملف النفايات في برش حمود